لقاءات عدة جمعت أصحاب السلاسل التجارية مع مسؤول الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومسؤول شركة أمان التابع لوزارة الداخلية نتاجها كان إطلاق مبادرة كلنا واحد والتي توفر السلع الغذائية بخاصة الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة في فروع السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فيها الهدف من مبادرة هو توفير السلع الأساسية للمواطن المصري الرز السكر الزيت السمنة البيض كل بيت كل أسرة في مصر بيحتاجها المواطن محدود للدخل لما يجي السلاسل دي هيلاقي السلع اللي هو بيحتاجها موجودة بأسعار تقل عن مسيلاتها في السوق بره بنسب تراوح من 20-30% ده الهدف الأساسي من مبادرة هو المساعدة على المواطن البسيط المواطن محدود للدخل يقدر يلاقي السلع بتاعته اللي محتاجها ليه والبيته والأسرته في السلاسل دي بأسعار منخفضة أسعار منخفضة عن بره بنسبة كبيرة جدا هو ده الهدف من مبادرة تتميز هذه السلع بجودتها العالية وتباع بسعر التوريد من المصنع دون هامش ربح وفقا للاتفاق وللتأكد من الالتزام بتنفيذه فعليا كانت الجولة التي قام بها مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على عدد من السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الحملة دي هدفها نحن نقدم كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار في متناول العملة ودايما بأسعار بتكون أقل بنسبة من 20-30% وتكون في أصناف رئيسية وأساسية بتمس المواطن يعني مثلا حركة احنا بيكون موجود عندنا صنف رز صنف الرز ده من 50 جنيه دلوقتي أسعاره لا احنا بيبيعه بـ 34 جنيه ونص يعني كيلو الرز بيوصل لـ 6 جنيه 90 بالزبط وده بيكون من خلال مشاركتنا في المبادرة وده ممتد معنا لفترة بتوصل لشهر تقريبا الرز الصنف ده بيكون موجود بالي ما بين 20-30% تنخفض أسعار السلع المعروضة عن مسيلاتها بالخارج وهو ما أشاد به المواطنون مطالبين بالاستمرارية فيها أسعار كويس بس يا رب تدوم على كده كويس ياريت تستمر بس على أصناف الأخر يعني مش بأن أصناف دي بس كويسة يعني بالنسبة للأسعار اللي من جلده كويسة جدا يعني ولو في أكتر منها ولو في استمرارية هتبقى أفضل طبعا من الناس يعني الناس اللي المكرونة أسعارها كويسة والرز والسكر أسعارها كويسة جدا يعني بهذه المبادرة وما تقوم به وزارة الداخلية من حملات تموينية لضبط الأسواق تتواصل الجهود لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة